بمتابعة وإشراف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب حققت البحرين عام 2016 إنجازات في عدة مجالات التقرير التالي وصلت الضوء على أبرز هذه الإنجازات لا يدعو سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لا يدعو سنة تنضي دون أن يحقق سموه إنجازات باهرة فيها تؤكد على قدرته الفائقة باعتباره القدوة والنموذج المثالي الذي يجمع بين كفاءة القيادة الإدارية والتألق الميداني ولعل الإنجازات التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هي التي تحكي القصة الناجحة في جميع المجالات حيث الإنجازات هي الأصدق على توصيف سموه باعتباره قائدا للشباب البحريني وملهما لهم من أجل حصد المراكز والألقاب باسم المملكة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دائما ما يؤكد في جميع المحافل والمواقف أنه يدين بالفضل في تحقيق تلك الإنجازات العظيمة من بعد توفيق الله إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يقف إلى جانب سموه ويمنحه توجيهاته السديدة والدافع الأكبر ومنح الثقة اللازمة التي أوصلت سموه إلى منصات التتويج وتبرز من بين الإنجازات التي حققها سموه في عام 2016 منح اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية أنوك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسام الجدارة والاستحقاق الذي يعد من أعلى الأوسمة الأولمبية حيث تسلم سموه الوسام من الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة كما حاز سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على جائزة الرواد والمشاهير الشباب في الإعلام الاجتماعي وذلك في قمة رواد التواصل الاجتماعي والتي أقيمت في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم من نادي دبي للصحافة حيث تسلم سموه هذه الجائزة المميزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفي رياضة القدرة تمكن سموه من تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للقدرة بسلوفاكيا والأول على الفرسان العرب في البطولة العالمية التي أقيمت بمشاركة أكثر من 140 فارسا وفارسة من مختلف دول العالم وتمكن سموه من تخطي مسافة السباق البالغة 160 كيلومتر والمتتبع لمسيرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في رياضة لترايثلون يدرك تماما قدرة سموه على تخطي جميع المراحل نظرا لما يتمتع به من قوة بدنية وتركيز عال في السباق الأمر الذي ساهم في تحقيق سموه المركز الرابع في الجولة الأولى لبطولة سموه للتاج الثلاثي للترايثلون والتي أقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسط مشاركة كبيرة من قبل 1200 مشارك من مختلف دول العالم وأنهى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة السباق البالغ مسافته 113 كيلومتر حيث تمكن من تحقيق زمن قياسي جديد في المسابقة كما حقق سموه المركز الثاني في الفئة العمرية لمجموعته في السباق أبوظبي للترايثلون العالمي الذي أقيم في أبوظبي وسط مشاركة كبيرة للغاية من أبطال العالم والمصنفين الأوائل والهواة حيث شهدت الجولة تنافسا عاليا في المسابقات الثلاث المعتمدة بالسباق وهي الجاري والسباحة والدراجات الهوائية وتمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من تحقيق المركز الثامن في بطولة الرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة بورت أليزابيث بجنوب أفريقيا بمشاركة حوالي 1200 متسابق في إنجاز جديد يضاف إلى مملكة البحرين في هذه البطولة العالمية كما قاد سموه الفريق البحريني للرجل الحديدي إلى إحراز المركز الأول في بطولة الفرق التي أقيمت في مدينة فيسبادن الألمانية في صيف عام 2016